يعني لو فيه إنسان وحش مش وحش على طول ولو فيه إنسان حلو مش حلو على طول فمش مجرد الحلو غلط غلطة يبقى وحش كله كله لا ولا واحد أعمل حاجة كويسة بقى خديس لا برضو يبقى نحذر أخطاء التعميم تعود احترام الغير تعود احترام الغير الإنسان اللي بيحترم اللي قدامه صعب إنه يدين ما يدينس اللي قدامه يعني مهم جدا اللي يقف الكلام واللطف واحترام الغير أخذين بالكم وبعدين خلي بالكم أن كسرة الكلام لا تخلو من معصية كسرة الكلام لا تخلو من معصية يقول كده القديسي عقوب عن اللسان به نبارك الله القاب وبه نلعى للناس الذين قد تكونوا على شبه الله من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصلح يا إخوتي أن تكون الأمور هكذا اللسان اللي يطلع بركات ما يطلعش العنات اللسان اللي بيصلي ما يطلعش كلام إيدانة ولا كلام تجريح للآخرين فاحترم اللي أمامك تعود احترام الغير عالج مشكلة الفراغ اللي عندك يعني أنا مثلا تحلت على المعاش ما عنديش شغل ما عودش بقى كده ما عنديش شغل كلم اتصل بفلان وعايزين نحكي ما فيش مواضيع نحكي فيها ومنمسك سيرة الناس ولاس يما الموبايلات والكلام الكتير ده كله فياريتنا عالج مشكلة الفراغ أنه ممكن النهاردة في حاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها يعني ممكن نتكلم عن الآريات الروحية النهاردة كانت على إيه النهاردة الكنيسة القدس طلع الساعة كام هو كانت الوعزة عن إيه ممكن السيدات بقى يعني حقيقة أنا بشوف كتير لما يكون في وقت عند المدام ألاقيها فتح اليوتيوب وبتدور على الأكلات الصيام الجديدة مثلا يعني وده استثمر للوقت ده مش كده ولا إيه ألا إيه دي أنت بتعمل يا تولي أسه شوف تعمل الماكرونة إزاي هادي الكلام إنما نقعد بقى نتصل بالتليفونات ونحكي وننت في وبر الناس ونتكلم عن الناس لا ما ينفعش استثمر وقتك ده فيه ناس من خلال الميديا بتشتغل شغل يدى واتبيعه عارفين طبعا الكلام ده ياما ناس بيشتغل شغل يدوي وبيجي لهم رزق كتير من خلال الفيسبوك والميديا والإنستجرام والكلام ده كله فأحذر الفراغ الزهن الفارغ معمل للشيطان مش أنا فاضي عايز أسلي نفسي أرفع التليفون وأتكلم مع صديقي ونقعد نتكلم وندين الناس وندين الكنيسة وندين سيدنا والكلام ده كله ما ينفعش وهكذا فإبعد عن الفراغ الفراغ يؤدي إلى الإدانة